اهلا بكم كل مشاهدي تلفزيون اليوم السابع يمكن قطاع الاثار الاسلامية بيشهد طفرة غير مسبوقة فيما يتعلق بيه ترميم الاثار الاسلامية من مساجد وغيرها ودينك النهار ده هو نموذج اللي شفناه من افتتاح المسجد جامع الاقمر او جامع الحاكم او الامر باحكام الله هو نموذج للاهتمام بالاثار الاسلامية عايزين نعرف اكتر عن ما يتم في قطاع الاثار الاسلامية هنعرفها من الاستاذ عاطف الدباح وهو مدير المكتب الفني للامين العام للمجلس الاعلى للاثار اهلا بحراتك اهلا بحراتك فانديم وطبعا براحب بحضراتك وزي ما حرج قلت القطاع الاثار الاسلامية بيشهد طفرة غير عادية في فترة اخيرة سواء كامل افتتاحات او اعمال ترميم اه موجودة عندنا في قطاع الاثار الاسلامية كان اخيرها اه اه جامع الحاكم بامر الله اللي هو بيمثل قيمة تاريخية واثارية عندنا في مصر والوطن العرب بشكل عام النهار ده بنحتفل بافتتاح جامع الاقمر جامع اللي انشي سنة 519 اه اتعمل فيه اه حاجات كتير جدا من حيث اعمال الترميم يعني عندي الوجهة اللي هي الوجهة الحجرية اللي بتمثل قيمة اثارية والتاريخية لكلها الشاق الاسلامية والاسريين بصفة خاصة الزخاري في الموجودة حواليها او موجودة عليها ادرنا ان احنا نحافظ عليها ادرنا ان احنا نشوف الشق الايمن منه كان فيه بعض البيوت والتعديات اللي كانت موجودة فترة افترات تم ايزالتها عشان تظهر الزخاري بشكل كامل مجموعة الشرفات الموجودة في الاسطح العلوية للجامع تم استكمالها أيضا الأعمادة الرخامية اللي موجودة تم الحفاظ عليها ومعالجتها بشكل علمي وبشكل جميل جدا أيضا الروابط الخشبية اللي كانت موجودة كانت وصلت لحالة برضو متدهورة إلى حد ما تم معالجتها المأزانة اللي موجودة عندي اللي بترجع لفترة السلطان برقوق وكان يالبغة السلمي هو اللي أقامها برضو تم معالجتها وتم معالجة الزخارف الزهزاجية وحفاظ عليها بشكل علمي دقيق القطاع بشكل عام بيشهد طفرة غير عادية زم سيادتك قلت سواء كانت فيه الآثار القبطية أو الآثار الإسلامية أو الآثار اليهودية أنا فيه عند مجموعة من الأديارة دلوقتي شغالين فيها في أعمال ترميم إن شاء الله بإذن الله في غضون أيام قليلة سيتم يفتاح ديرين إن شاء الله في منطيتنا هذا أيضا من ضمن المشاريع إن شاء الله بيتم الانتاء منها في الفترة القادمة خلال أيام قليلة ده من أحد نقاط مصار العالم القبطية؟ لا ده ده مش من أحد نقاط بس من ضمن الأديار القبطية الأسرية اللي بنحافظ عليها أيضا المعابد يهودية اللي بيتمثل تراث وتاريخ كبير جدا للديانة القبطية والأسرية بشكل عام فيه عندي أعمال في شعارها شمايم معبد شعارها شمايم في وسط البلد فيه عندي مجموعة من المعابد بيتم ترميمها ومعالجتها الحمد لله بشكل علمي جميل جدا أيه تانية دكتور أبرز المشروعات اللي خصوصا في الآثار الإسلامية سأقف القاهرة أو خارج القاهرة؟ يعني احنا زي ما قلنا إن فيه مجموعة من الآثار خارج القاهرة من ضمنها عندي ديرين قبطي بيتم ترميم الحمد لله الفترة دي وهيتم إن شاء الله افتتاحهم في قضون أيام قليلة عندي أحد المساجر التاريخية الأسرية موجودة في منطقة الأخصر إن شاء الله بإذن الله برضو في قضون أيام قليلة يتم افتتاحهم وفيه بالنسبة للأثار اليهودية فيه عندي أعمال ترميم جارية فيه معبد شعارها شمايم ومعبد موسى بن ميمون فيه مجموعة من الأثار بتشهد طفرة غير عادية سواء كانت أثار إسلامية أو قبطية أو يهودية فيما تعلق بمدينة الفسطات تحديدنا نحن عارفين طبعا الحجم التطوير اللي بيتم فيها إيه أبرز ما تم تطويره أو تعهيله حتى الآن وإيه المتوقع للمدينة المنطقة الفسطات طبعا عاصمة مصر الإسلامية الأولى وأول عاصمة في أفريقيا هتشهى في الفترة إن شاء الله المقبلة واتزر على الصاتح تحفة معمارية أسرية إن شاء الله بإذن الله هتظهر معالم المدينة بشكل كامل جدا سواء كان من منازل أو دروب أو أماكن أسرية إن شاء الله بإذن الله ومجمع الأديان إن شاء الله هيزهر بشكل يليق بالحضارة المصرية والقبطية والإسلامية بشكل كبير جدا شكرا لكل مشاهدي تلفزيون اليوم السابق